تراجعت إرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.2% حيث بلغت مليارين وتسعة وثلاثين مليون دينار مقارنة مع مليارين وخمسة وثمانين مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016 في حين تستهدف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل مليارين ومائتين وتسعة وتسعين مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب قانون الموازنة مما يؤشر على وجود فرق فعلي بقيمة 260 مليون وأربعمائة ألف دينار عن ما تم تحصيله فعليا خلال ذات الفترة من هذا العام وبنسبة حراف بلغت 11.3% وعلى المستوى الشهري جاء شهر نيسان الأعلى في قيمة الإرادات المحصلة بقيمة 560 مليون دينار ثم جاء شهر كانون الثاني بقيمة 389 مليون دينار ثم شهر أيار بقيمة 312 مليون دينار ثم شهر آذار بقيمة 262 مليون دينار ثم جاء شهر شباط بقيمة 259 مليون وأربعمائة ألف دينار أما شهر حزيران حل أخيرا بقيمة 256 مليون و300 ألف دينار ثم جاء شهر آذار